السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي اليوم يوم الاثنين الرابع والعشرين من سفر سنة 1442 شيخنا الموجيز الدكتور عبد الحليم النعماني الجشتي رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجاته وهو من بقايا أصحاب الشيخ حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى هو العلامة الباحث المحقق الأستاذ محمد عبد الحليم بن منشي محمد عبد الرحيم النعماني الجشتي أخو الشيخ الجليل العلامة محمد عبد الرشيد النعماني ولد في ذي القعدة سنة 1347 هجري في جي فور ويلية راجستان الهند ودرس في مدرسة تعليم لإسلام جي فور ثم التحق بدار العلوم ديوبند سنة 1363 هجري وتخرج منها سنة 1369 هجري فعمل الدكتوراه في جامعة كاراتشي أخذ صحيح البخاري وسنن ترمذي من شيخ الإسلام حسين أحمد المدني وصحيح مسلم من العلامة الشيخ محمد إبراهيم البلياوي وسنن أبي داود وبعض سنن ترمذي من الشيخ من العلامة محمد إعزاز علي الأمروهي وسنن نسائي من مولانا الشيخ فخر الحسن أحمد الموراد آبادي والموطأ بروايتي يحيى ومحمد من الشيخ محمد إدريس الكندهلوي وشرح معاني الآثار من الشيخ عبد الحق الأكوري ومشكات الأصابيح من القاري محمد طيب القاسمي والعلامة عبد الخالق الملتاني رحمهم الله تعالى وأجازه أيضا أخوه العلامة محمد عبد الرشيد النعماني وشيخنا العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة والعلامة الفقيه المفتي قدير بخش البدايوني والعلامة محمد صالح السندي والمحدث مولانا فضل الله الحيدر آبادي بن أحمد علي بن العارف الكبير العلامة محمد المنكيري مؤسس دار العلوم ندوة العلماء رحمهم الله وأجازني وصديقي الفاضل الشيخ محمد ظهور الحسيني والشيخ كفايل بخاري وأفادني بترجمة الشيخ باستدعاء بعض أصحابنا إجازة عامة رحمه الله ورحمة واسعة وصبر الله أهله بقلم الدكتور محمد أكرم الندوي